الحمد لله رب العالمين الحمد لله الرحمن خلق الإنسان علمه البيان وأصلي وأسلم على أفصح الخلق لساناً وأعظمهم بياناً وأجلهم قدراً وأرفعهم شأناً صلاةً وسلاماً دائمين متلازمين عليك سيدي أبا القاسم يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك وأحبابك وعلى كل من اتبع نهجك وسار على طريقك إلى يوم الدين أما بعد أبناء وبنات الطلاب وطالبات الصف الأول الثاني والأزهري السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلاً وسهلاً ومرحباً بكم مع دروس النحو المقررات عليكم هذا العام وكنا قد تحدثنا في دروس سابقة عن الكلم وأقسامه من حيث الإسم والفعل والحرف وقلنا بأن لكل من هذه الأنواع علامات تميزه عن غيره ثم انتقلنا إلى الحديث عن المعرب والمبني من الأسماء والأفعال ثم انتقلنا إلى باب جديد وهو باب المعارف وقلنا بأن أنواع المعارف الضمير وتحدثنا عنه ثم العلم وتحدثنا عنه واليوم بمشيئة الله جل وعلا مع اسم الإشارة وهو النوع الثالث من أنواع المعارف واسم الموصول نوع آخر أيضاً من أنواع المعارف بإذن الله سيكون الحديث عن نوعين من أنواع المعارف ألا وهما اسم الإشارة والموصول نبدأ باسم الإشارة اسم الإشارة نوع من أنواع المعارف كما اتفقنا منه ما يشار به للمفرد وما يشار به للمثنى وما يشار به للجمع أولاً ما يشار به للمفرد يشار إلى المفرد المذكر بذا طيب نحن نقول هذا الها تسمى هاء التنبيه ذا إذن النوع الأول من أنواع الإشارة ما يشار به للمفرد المذكر ذا نقول هذا كتاب هذا فصل هذا باب هذا قلم ومذهب البصريين أن الألف من نفس الكلمة ومذهب الكوفيين أن الألف زائدة طيب إذا كانت مؤنثة يشار بذي وذه والها للتنبيه كما اتفقنا وتي بالتا وته وتا وذه بالكسر وذات كل هذه الألفاظ يشار بها للمفرد المؤنسة يقول ابن مالك بذا لمفرد مذكر أشر يعني أشر للمفرد المذكر بذي وذه تا كل هذا على الأنثى اقتصر يعني اقتصر بالإشارة بهذه الأدوات أو هذه الألفاظ للإشارة للمفرد المؤنسة يشار للمثن المذكر بذان والهال التنبيه كما قلنا هذان وتان والهال التنبيه هاتان طيب ما يشار به للجمع يشار للجمع مطلقا سواء كان مذكرا أو مؤنسا بأولى يشار بها إلى العقلاء وغير العقلاء لكن الأكثر استعمالها في العقل يعني نقول هؤلاء الطلاب قد ورد استعمالها في غير العقل في قول الشاعر والعيش بعد أولئك الأيام أشار إلى الأيام بأولئك والأيام طبعا غير عاقل وأولى فيها لغتان المد يعني كما هي أمامك الآن بالهمس وهي لغة أهل الحجاز ووردت في القرآن الكريم بهذه الطريقة ولغة القصرة يعني بألف مكسورة كآلف مصطفى وألف هدى وهذه لغة بني تميم قال ابن مالك وبأولى أشر لجمع مطلقة يعني المذكر والمؤنس العاقل وغير العاقل والمد أولى يعني الأولى أن تكون بالمد يعني ألف وهمزة طيب المشار الذي نشير إليه له رتبة يعني قد يكون قريب أو قد يكون بعيد ابن مالك اللي هو المصنف قال رتبة المشار إليه رتبتان الأولى البعد إذا كان المشار إليه بعيد قال نأتي بالكاف وحدها مثلا فنقول ذاكا أو الكاف واللام فنقول ذاكا ومنه ورد قوله تعالى ذاك الكتاب الرأيب فيه لعلو مكانة الكتاب العزيز سبحان الله سبحانه وتعالى هذه الكاف تعرب حرف خطاب لا محل لها من الإعراب إذن رتبة البعد نضيف الكاف أو نضيف اللام والكاف هذا عند ابن مالك طيب إذا كان المشار إليه قريبا لا نأتي بالكاف ولا نأتي باللام فنقول ذا وممكن ها التنبيه فنقول هذا طيب إذا تقدم حرف التنبيه لهو الها على اسم الإشارة من الممكن أن نأتي بالكاف فنقول هذاكا ومنه قول الشاعر ولا أهل هذاك الطراف الممددي أما إذا كانت اللام فلا نأتي بالها يعني لا نجوز أن نقول هذلك لا يجوز أن نجمع بين هاي التنبيه ولام البعد عند غير المصنف جعلوا رتبة المشار إليه ثلاثة يعني عند المصنف قريب وبعيد أما عند غيره من النحاة الرتبة ثلاثة رتب قالوا قربا يعني إذا كان المشار إليه قريب نقول ذا وذي بدون كاف ولا لام الرتبة الثانية وسطا يعني وسط لاه قريب ولاه بعيد قالوا تأتي بالكاف تقول ذاكا بعد نأتي بالكاف واللام فنقول ذلك وكما اتفقنا لا نأتي بهاء التنبيه مع اللام لا يجوز أن نقول هذلك لكن يجوز أن نقول هذاك إذن جعل النحويون غير ابن مالك المشار قريب وسط بعيد أما عند ابن مالك قريب وبعيد فقط ولم يأتي برتبة الوسطى ابن مالك يقول ولد البعد انطقة بالكافي حرفا دون لام يعني بغير اللام أو معه اللام واللام إن قدمتها ممتنعة يعني إن وجدت هاي التنبيه لا امتنع مجيء اللام طيب كيف نشير للمكان قالوا كيف نشير للمكان القريب أو المكان البعيد قالوا يشار إلى المكان القريب بكلمة هنا ويتقدمها هاي التنبيه فيجوز أن نقولها هنا ويشار إلى البعيد طبعا على رأي المصنف إما بالكاف أو الكاف واللام لأنه جعل رتبة المشار إليه رتبتان فقط فقال هنالك أو هناك طيب في ألفاظ أخرى مثل هنة هنة ثمة كل هذا بمعنى هنا وهناك طيب على رأي غير المصنف هنا للقريب هناك بالكاف للمتوسط هنالك للبعيد لأن غير المصنف جعل رتبة المشار إليه ثلاثة نوع آخر من أنواع المعارف يسمى الموصول والموصول هذا إما إسمي أو حرفي ينقسم الموصول إلى موصول حرفي وموصول إسمي أولا الموصول الحرفي قالوا علامته صحة وقوع المصدر موقعه ما معنى صحة وقوع المصدر موقعه؟ يعني الحرف الموصول وبعده فع يجوز أن يؤول بمصدر يعني نقول وددت لو تقوم تؤول بمصدر وددت قيامك الموصولات الحرفية التي تؤول بمصدر خمسة الأولى أن المصدرية وتوصل بالفعل المتصرف سواء كان ماضيا مثل عجبت من أن قام يعني عجبت من قيام زيد والمضارع عجبت من أن يقوم زيد يعني عجبت من قيام زيد والأمر مثل أشرت إليه بأن قم يعني أشرت إليه بالقيام يبقى الأولى أن إن وقع بعدها فعل غير متصرف مثل وأن ليس للإنسان إلا مسعى ليس جامد إذن فهي المخففة من السقيلة واسمها محزوف التقدير الكلام أنه ليس للإنسان إلا مسعى ومثل نفس الكلام وأن عسى أن يكون قد اقترب أجله ثانيا أن بالتشديد وتوصل أيضا بالاسم والخبر لأن لها اسم وخبر مثل عجبت من أن زيدا قايم يعني عجبت من قيام زيد ومنه قوله تعالى أولم يكفهم أن أنزلنا إليك الكتاب والتقدير أولم يكفهم إنزالنا ثالثا من الموصولات الحرفية كي وتوصل بالفعل المضارع فقط مثل جئت لكي تكرم زيدا يعني جئت لإكرام زيد ما تكون أيضا مصدرية زرفية مثل لا أصحابك ما دمت منطلقا يعني لا أصحابك مدة دوامك منطلقا وقد تكون غير زرفية مثل عجبت مما ضربت زيدا ومما تضرب زيدا ومما زيد قايم وكل هذا يؤول بمصدر إذن أن كي ما وأيضا لو مثل وددت لو قام ووددت لو يقوم يعني وددت قيام كل واحد من هذه الموصولات الحرفية يصح أن يؤول مع ما بعده بمصدر الموصول الاسمي هناك موصول اسمي خاص وموصول اسمي عام مع ما مع ما خاص يعني كل نفظة لها صلة تخصها يعني الذي نقول جاء الذي نجح للمفرد المذكر التي للمفرد المؤنسة التي نجحت اللذان للمثنى المذكر اللتان للمثنى المؤنس طبعا اللذان واللتان بالألف والنون رفعا والياء والنون نصبا وجرا ويجوز تجديد النون فنقول اللذان ني واللتان ني عوضا عن الياء المحزوفة وقد قرأ بالتجديد في قوله تعالى ولذان ني يأتيانها منكم ويجوز أيضا هذا التجديد مع اسم الإشارة فنقول ذان ني وتان ني وزين ني وتان ني في النصب والجر الأولى في جمع المذكر مطلقا سواء كان عاقلا أو غير عاقل نقول جاءني الأولى فعله هنا لجمع المذكر وقد يستعمل في جمع المؤنس واجتمع الأمران في قول الشاعر وتبل الأولى يستلئمون طالما جاءها بالواو فالجمع المذكر ثم قال تراهن بجمع المؤنس إذن استعملت الأولى للمذكر والمؤنس جمع المذكر العاقل قالوا الذين رفعا ونصبا وجرا فنقول جاءني الذين أكرموا زيد ورأيت الذين أكرموه ومررت بالذين أكرموه أما لغة هزيل بعض العرب يقول الذون في الرفع والذين في النصب والجر بانوا هزيل ومنه جاء قول الشاعر على لغتهم نحن الذون صبحوا الصباح جمع المؤنس يشار بإسمه موصول اللاتي واللائي جاءني اللاتي فعلنا واللائي فعلنا ويجوز إثبات الياء فتقول اللاتي واللائي ومنه قوله تعالى واللائي يأسن من المحيط واللاتي يأتينا الفاحشة من نسائكم وردت بإثبات الياء الموصول لإسم العام يعني يصلح للمفرد والمثنى والجم مثلا من تكون بلفظ واحد للمذكر والمؤنس والمفرد المثنى الجم فتقول جاءني من قام واحد ومن قامت واحدة ومن قام مثنى مذكر ومن قامت مسنى مؤنس ومن قام جمع مذكر ومن قمنا جمع مؤنس وتستعمل طبعا للعاقل وقد تأتي لغير العاقل في مواضع واحد أن يشبه غير العاقل بالعاقل مثل قوله تعالى ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له لا يستجيب له هذه أصنام غير عاقلة لكن لما شبهوها بأنها عاقلة جاءت في سياق من العاقل ثانيا أن يختلط العاقل بغير العاقل مثل قوله تعالى ولله يسجد من في السماوات ومن في الأرض من في السماوات فيه عاقل وفيه غير عاقل لكن لما اختلط العاقل بغير العاقل جاءت من لتعم للعاقل ولغير العاقل ثالثا أن يقترن غير العاقل مع من يعقل في عموم فصلة ومنهم من يمشي على رجلي عاقل ومنهم من يمشي على أربع غير عاقل فاستعمل من الموصولات العامة ما لكنها لغير العاقل تأتي أيضا للمذكر والمؤنس والمفرد والمسنة والجمع بلفظ واحد تقول أعجبني ما ركب وما ركبت وما ركب للمسنة وما ركبت وما ركبوا للجمع وما ركبنا وطبعا ما لغير العاقل لكنها قد تستعمل للعاقل في سلاسة موابع كما استعملت من لغير العاقل أن يكون المراد صفات من يعقل مثل قوله تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء طبعا النساء عاقل لكنه استخدم ما هنا لأنه لا يقصد شخص النساء ولكن يقصد ما تريدون من صفات النساء أن يختلط العاقل بغير العاقل كما مر في الموضع السابق يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض هذا فيه عاقل وفيه غير عاقل فاستخدم ما أن يكون أمر مبهما أنت لا تدري أهو عاقل أو غير عاقل فتقول انظر ما ظهر لي وقد يكون الذي ظهر لك عاقل أو غير عاقل من الموصلات الإسمية العامة أيضا التي تصلح للكل الألف واللام للعاقل وغير العاقل جاءني القائم عاقل والمركوب غير عاقل نفس الكلام زو تأتي بلفظ واحد أيضا للمذكر والمؤنس مفرد مسن جم جاءني ذو قام يعني الذي قام وزو قامت التي قامت وزو قام للمسن وزو قامت مسن مؤنس وزو قام جمع المذكر وزو قمنا لجمع المؤنس طبعا قيل انها مبنية وبعض العرب اعربها بالواو رفعا وبالالف نصبا وبالياء جرا يعني اعراب الاسماء الستة لزوم الصلة ما معنى لزوم الصلة قالوا ان الموصلات كلها سواء كانت حرفية او اسمية عام او خاص يلزم ان يقع بعدها جملة تسمى جملة الصلة لتبين معناها وهذه الجملة تشتمل على ضمير يأتي لائق ومناسب بالموصول يعني ان كان الموصول مفرد الضمير مفرد مذكر مذكر مؤنس مؤنس وهكذا فتقول مثلا جاءني الذي اكرمته جملة الصلة اكرمته والضمير الها جاء مفردا مذكرا لان الموصول الذي للمفرد مذكر وهكذا والتي أكرمتها لأن الموصول مؤنس والذان أكرمتهما مسن مذكر والتان أكرمتهما مسن المؤنس والذين أكرمتهم جاءتهم ضمير للمذكر لأن الموصول الذين لجمع المذكر واللائي أكرمتهم وهكذا قال ابن مالك عن هذا الأمر وكلها يلزم بعده صلة يعني موصول إسمي أو موصول حرف على ضمير اللائق يعني مناسب في التذكير والتأنيس في الإفراد والتسنية والجمع على ضمير اللائق مشتملة طيب هل أي جملة تصلح أن تكون جملة صلة قالوا لها ثلاثة شروط يشترط في جملة الصلة ثلاثة شروط الشرط الأول أن تكون خبرية يعني تحتمل الصدق والكذب مثل جاء الذي أكرمته قد يكون هذا الكلام صادقا وقد يكون هذا كذبا فلا يجوز أن تقع جملة الصلة جملة طلبية أو إنشائية مثلا لنقول جاء الذي اضربه اضرب فعلهم إذن هذا طلب فلا يجوز أن يقع جملة صلة إلا عند الكسائي خلافا للكسائي ولا يجوز أن نقول جاء الذي ليته قائم ليت تمني وهذا أيضا جملة إنشائية أو طلبية إلا عند ابن هشام ابن هشام يجيز أن يكون جملة الصلة جملة طلبية للتمني وعند الإمام الكسائي يجوز أن تكون فعل أمر وطالب أيضا الشرط الثاني أن تكون خالية من معنى التعجب فلا يجوز جاء الذي ما أحسن لأن جملة الصلة ما أحسن صيغة من صيغ التعجب وقلنا طبعا أن تكون غير مفتقرة إلى كلام فعندما نقول جاء الذي لكنه قاعد تحتاج كلام قبلها كأننا قلنا جاء الذي ما قاعد لكنه قاعد قد تكون جملة الصلة شبه جملة صرف أو جار ومجرور لكن بشرط أن يفيد فنقول جاء الذي عندك أو في الدار أي استقر عندك فإن لم يفد مثل جاء الذي بك ولا جاء الذي اليوم هنا لا تصلح جار ومجرور بك شبه الجملة ولا الظرف هو اليوم لا يصلح أن يكون جملة الصلة لعدم الفائدة وبهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية باب المعارف تحدثنا عن الضمير والعلم واسم الإشارة والموصولات الحرفية والإسمية ننتقل الآن بمشيئة الله تعالى إلى باب المبتدأ والخبر المبتدأ والخبر طبعا قالوا المبتدأ على قسمين قسم يسمى مبتدأ له خبر مثل زيد عازر زيد مبتدأ وعازر خبر القسم الثاني يسمى مبتدأ له فاعل لكنه سد مسد الخبر ما معنى هذا الكلام؟ يعني أن يكون هذا المبتدأ اسم فاعل مثلا فيرفع ما بعده فهذا المرفوع فاعل لاسم الفاعل الذي يعمل عمل الفعل وفي نفس الوقت يسد مسد الخبر فعندما نقول قائم الزيدان طبعا اعتمد على استفهام قائم مبتدأ والزيدان فاعل سد مسد الخبر لا بد أن يعتمد على استفهام كالمثال السابق أو يعتمد على نفيه مثل ما قائم الزيدان نفس الكلام قائم مبتدأ والزيدان فاعل سد مسد الخبر طيب أحوال هذا الوصف مع المرفوع بعده يعني أقائم الزيدان هذا عندما عربنا مبتدأ وفاعل سد مسد الخبر له أحوال الحالة الأولى أن يتطابق إفرادا يعني هذا مفرد وهذا مفرد مثل أقائم زيد قائم مفرد وزيد مفرد هنا قال العلماء يجوز وجهان من الإعراب أن يكون الوصف اللي هو قائم مبتدأ وما بعده اللي هو الزيدان فاعل سد مسد الخبر هذا وجه الوجه الثاني أن يكون الوصف اللي هو قائم خبر مقدم وما بعده مبتدأ مؤخر وكاننا كلنا الزيد قائم ومنه قوله تعالى أراغب أنت عن آلهتي يجوز أن نعرب راغب اللي هو الوصف خبر مقدم وأنت مبتدأ مؤخر ويجوز أن نعرب راغب مبتدأ وأنت فاعل سد مسد الخبر الحالة الثانية أن يتطابق تثنية أو جمع يعني هذا مسنى وهذا مسنى وهذا جمع وهذا جمع مثل أقائمان الزيدان أو أقائمون الزيدون مسنى ومسنى وجمع وجمع هنا يتعين وجه واحد فقط أن يكون الوصف قبرا مقدما وما بعده مبتدأ مؤخرا يعني يجوز الإعراب الثاني ولا يجوز الإعراب الأول الحالة الثالثة أن لا يتطابق يعني واحد الوصف مسنى مثلا وبعده مفرد مثل أقائمان زيد قالوا هذا ممتنع لأنه لا يجوز أن أخبر بالمفرد زيد عن المسنى أقائمان القسم الثاني جائز مثل أقائم الزيدان قائم مبتدأ والزيدان طبعا قائم مفرد والزيدان مسنى قالوا يتعين أن يكون الوصف اللي هو قائم مبتدأ وما بعده فاعل سد مسد الخبر يعني وجه واحد فقط تعريف الخبر تكلمنا عن المبتدأ له نوعان مبتدأ له خبر ومبتدأ له فاعل سد مسد الخبر طيب الخبر قالوا الخبر هو الجزء المكمل للفائدة طيب ما هو الفاعل مكمل للفائدة عندما نقول قام زي مكمل للفائدة إذا انضم الفعل للفاعل مكمل للفائدة طيب كيف نجعل تعريفا للخبر هذا التعريف يكون خاصا بالخبر ولا يدخل فيه الفاعل قالوا هو الجزء المنتظم به مع المبتدأ جملة قالوا هنا خرج الفاعل لأن الفاعل هو الجزء المنتظم به مع الفعل جملة يبقى إذا انتظم الفعل والفعل جملة هذا فعل هو فعل جملة فعلية أما إذا انتظم المبتدأ والخبر في جملة مفيدة يسمى جملة اسمية قال ابن مالك والخبر الجزء المتم الفائدة قال الله بر والأياد شهد الله اسم الجلالة مبتدأ وبر الخبر والأياد مبتدأ وشاهدة أيضا خبر أقسام الخبر قالوا القسم الأول أن يكون الخبر جملة وهذه الجملة قد تكون نفس المبتدأ في المعنى فلا تحتاج إلى رابط مثل نطقي الله حزبي نطقي مبتدأ وجملة الله حزبي مبتدأ وخبر كلها خبر عن المبتدأ نطقي ما معنى نفس المبتدأ في المعنى يعني نطقي هي الله حزبي والله حزبي هي نطقي ومثل قولي لا إله إلا الله قولي لا إله إلا الله ولا إله إلا الله هو قولي يعني الخبر يؤدي نفس معنى المبتدى في الجملة فلا تحتاج في المعنى فلا تحتاج إلى رابط وقد يكون الخبر مفرد كما قلنا زيد عازر من اعتذر زيد قائم مثلا قال ابن مالك ومفردا يأتي ويأتي جملة حاوية معنى الذي سيقت له يعني تأتي بنفس المعنى وإن تكن إياه معنى اكتوفي بها يعني لا تحتاج إلى رابط كنطقي الله حسبي وكفى طيب قد تكون ليست نفس المبتدى في المعنى فهذه تحتاج إلى رابط الرابط هذا إما أن يكون ضمير يرجع إلى المبتدى مثل زيد مبتدى جملة قام أبوه فعل وفاعل خبر طيب كلمة قام أبوه أو جملة قام أبوه ليست نفس معنى زيد فهنا احتاجت إلى الضمير أبوه وقد يكون هذا الضمير مقدرا مثل السمن منواني بدرهم السمن مبتدى وجملة منواني بدرهم خبر أين الرابط قالوا منواني منه لأن جملة منواني منه اللي هي الخبر ليست نفس المبتدى في المعنى قد يكون هذا الرابط إشارة مثل ولباس التقوى ذلك خير لباس مبتدى وخير خبر لكنه احتاج إلى رابط وهو ذلك اسم الإشارة قد يكون الرابط تكرار المبتدى مثل قولي تعالى الحاقة ما الحق حق مبتدى أول وما مبتدى ثاني والحق خبر للمبتدى الثاني والجملة كلها خبر عن المبتدى الأول قد يكون عموم يدخل تحته المبتدى مثل زيد نعم الرجل زيد مبتدى وجملة نعم الرجل فعل وفعل خبر عن زيد فالعموم كأنني قلت فضلت الرجال أو نعم الرجال كلهم ومنهم زيد الخبر المفرض مثل زيد أخوك وطبعا الكساء والرماني قالوا أنه يتحمى الضمير يعني والتقدير زيد أخوك هو مسوغات لابتداء بالنكرة المبتدى طبعا المفترض أن يكون معرفة لكنه قد يأتي المبتدى نكرة في مسوغات العاصل في المبتدى أن يكون معرفة وقد يكون نكرة بشر أن يفيد طيب تحصل الفائدة بأمور كثيرة ذكر المصنف منها ستة فقط الأول قالوا إذا تقدم عليها الخبر وهو ظرف أوجار ومجرور يعني عند زيد نامرة نامرة مبتدى ناكرة في الدار رجل رجل مبتدى ناكرة لماذا جاء ناكرة؟ قالوا لأنه تقدم عليه الخبر اللي هو في الدار وعند الظرف والجار والمجرور هذا ترخيص أن تكون أو أن يكون المبتدى ناكرة ثانيا قالوا إذا تقدم عليها نفر مثل ما خل لنا يعني ما صديق لنا كلمة خل مبتدى وهو ناكرة لكن الذي سوى غزالك تقدم النفر أو تقدم استفهام هل فتن فيكم؟ فتن مبتدى ناكرة لكنه الذي سوى غزالك تقدم الاستفهام أو أن توصف مثل رجل ظريف عندي رجل مبتدى وهو ناكرة ما الذي جعله ناكرة؟ قالوا لأنه وصف بكلمة ظريف أو أن تكون عاملة مثل رغبة في الخير خير كلمة رغبة تعمل عمل الفعل فجاءت مبتدى ناكرة أو أن تكون مضافة مثل عمل بر يزين عمل مبتدى وهو ناكرة لكنه أضيف لكلمة بر فهذه الستة مسوّغات جعلت مجيء المبتدأ ناكرة شيئا جائزا وصرح به العلماء وإن كان في الأصل أن تكون أو أن يكون المبتدأ معرفا بهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية حلقة اليوم وهي كان الحديث فيها عن بقية أنواع المعارف تحدثنا عن اسم الإشارة وعن الموصولات الحرفية والإسمية وجملة الصلة وشروط جملة الصلة ثم انتقلنا إلى الحديث عن المبتدأ الذي له خبر والمبتدأ الذي له فاعل سدم سد الخبر وقسمنا أنواع الخبر إلى مفرد وجملة وشبه جملة الزرف والجر والمجرور ثم تحدثنا عن مسوّغات مجيء المبتدأ ناكرة أسأل الله عز وجل أن يبارك في أوقاتكم وأن يعلمكم وأن يفهمكم وأن يسدد خطاكم اللهم أمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا